خمسة عوام مرت على إطلاق الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030 استطاعت من خلالها السعودية أن تسير بخطة واثقة نحو ترجمة الخطط والبرامج الموضوعة على أرض المنجز العملية بالشكل الذي أسهم في تنمية الفرص الواعدة لجميع المواطنين وتحسين المستوى الدخل المعيشية في ميزان الإنجاز ثقل وفي عمل الصواب إلهام قيادي يستشعر بواطن الخير قبل ظاهره عمل منصق ونهج واثق الخطى يلامس التميز ولا يحابب التريث في إتمام المراد وجهتها محددة ووتيرة سرعتها نشطة تقتفي أثر الحلول وتبتر خلال مسيرها كل معيق معلوم وغير معلوم هدفها منصب على قطف الوفير من الثمار من وراء محصول ألقت بذاره قبل خمسة أعوام في حقل رؤيتها الاقتصادية عشرين ثلاثين رؤية المملكة العربية السعودية التي انطلقت من مكامل قوة المقومات فيها التي ترتكز على ثلاثة محاورة وهي مجتمعها الحيوي المترابط وبنية اقتصادها المزدهر ووطن طموح بإنتاجه ولا يقبل إلا بالعلامة الكاملة برامج تنفيذية ونماذج واقعية من صور التطور والنماء تعكس الطموحات الموائمة لتلك المشاريع المستقبلية التي تمضي الرياض نحو ترجمتها على أرض المنجز العملي أرقام ودلائل تشير إلى صرابة اللبنة التي تتكئ عليها المملكة لضمان الخروج بأدوات استثمارية تنمي الفرص الواعدة لجميع المواطنين فضلا إلى التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال والإبقاء على روح التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية ناهيك عن بناء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات سوق العمل وبالشكل الذي يبشر بولادة فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين إن الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة السعودية أفلحت وخلال الأعوام الخمسة الماضية في إحداث قفزات عالية في أبرز الملفات المؤثرة نظرا لوجود رؤى واضحة واهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وبمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله فهما من لا يألواني أي جهد في تدليل الإمكانات كافة من أجل تنمية جودة الحياة وتقديم أرقى الخدمات في مجال الإسكان وتحسين مستوى الدخل للفرد واستمرارية رفع الإرادات غير النفطية إطلاقه رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية 2030 أفصح عن عديد التغييرات الجدرية الشاملة التي حلت على متنوع القطاعات الحيوية في البلاد بل وكسر الأرقام قبل مجيء موعد إتمامها المحدد فالرياض استطاعت تحقيق نتائج سريعة في ملف الإسكان وحلحالته لترتفع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن خلال أربعة أعوام عطفا على ذلك في امتصاص تأثير وباء كورونا على البطالة في السعودية لتصل إلى 11% في الربع الأول من العام الماضي متراجعة عن ارتفاعها خلال الجائحة الإرادات غير النفطية هي أيضا طالها الارتفاع فمن 166 مليار إلى 350 مليار ريال والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال سنويا الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة تفوقها الإقليمي والعالمي فمن نافذتها يتم التعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة تتولى مهمة تطوير الاقتصاد السعودية وتعزيز رفاهية المواطن فيها وبناء قادم من الأيام متين للأجيال القادمة لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر